أزمة إنسانية بسبب القتل والدمار الذي تخلفه آلة الحرب الإسرائيلية والتي راح ضحيتها أكثر من 11 ألف مدني فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ وبسبب الحصار المفروض على غزة ومنع الاحتاجات الإنسانية عن أهلها فيما لا يمكن اعتباره إلا عقاب جماعي مجرم في القانون الدولي وأزمة إخلاقية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي الفاعل لهذه الأزمة وعجز مجلس الأمن والمنظمات الدولية القيامة بدورها واستفحال ازدواجية المعايير التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر بارتكاب قائمة طويلة من انتهاكات القانون الدولي أمام هذا الوضع الاستثنائي اجتمع القادة العرب والمسلمون في قمة مشتركة بين جامعة الدول العربية ونظمة التعامل الإسلامي لإرسال رسالة موحدة أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وقد اتتمد القادة بيانا يحتوي على عدة نقاط منها العمل على كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قواف المساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والأقود إلى قطاع بشكل فوري كما تطالب من المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل وكلفت الأمانتين إنشاء وحدتين رصد إعلامية لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعرم ممارساتها اللا شرعية ولا إنسانية كما كلفت لجنة مشكلة من عدد مزراء الخارجية ضمنها المملكة العربية السعودية بصفة رئاسة القمة العربية والإسلامية وكلا من الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين للعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي والإسراع والتعجيل بإنهاء هذه الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي في نتاجها إلى قيام الدولة الفلسطينية ذات سيادة على أراضيها ضمن المبادرة العربية للسلام نفتح المجال لأسئلة رامي نفتح باب الأسئلة الآن طرم صحيفة القدس معنا الأخ محمد بخضير إذا بالمكان توقف السلام عليكم محمد بخضير نائب رئيس تحرير جريدة القدس القدس المحتلة سمو الأمير سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية كيف للأمة العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والمجازر أن يتوقع نتائج مختلفة عن باقي القمم العربية سؤال الثاني كيف تسهم نتائج هذه القمة في وقف الحرب على قطاع غزة ووقف الاستيطان والعدوان على الضفة الغربية والقدس المحتلة وتحقيق مبادرة السلام العربية المبادرة العربية للسلام شكرا شكرا أخي العزيز ولا شك أن أخواننا في غزة وأخواننا في فلسطين عموما من حقهم أن يتوقعون منا كثيرا ويتوقعون من القادة العرب الكثير وأعتقد أن القادة العرب والمسلمون اليوم قد وقفوا عند هذه التوقعات وقد عملوا على تلبيتها من خلال اعتماد قرارات وآليات فاعلة على رأسها ما ذكرته من العمل على كسر الحصار فورا عن غزة وإيصال المساعدات اللازمة إلى أهل غزة وهذا عمل آني سيسهم عن رفع المعاناة ويعري أيضا كذلك ليس فقط الممارسات الإسرائيلية في منع وصول هذه المساعدات لكن أيضا تقاعس المجتمع الدولي وبالذات الدول التي تتغاضى عن ما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي لإخواننا في غزة من حيث أن إثبات أن الحل موجود إيصال المساعدات ممكن لكن على المجتمع الدولي أن يمارس مسؤولياته ويضاف إلى ذلك بطبيعة الحال أيضا تكليف القادة لنا لنقل رسالة واضحة أن الحرب يجب أن تتوقف ويجب أن تتوقف الآن وأن لا مجال للوصول إلى استقرار في المنطقة إلا عبر السلام والسلام لن يتم إلا بقيام الدولة الفلسطينية حسب الشرعية المعروفة ومبادرة السلام العربية ربما تريد أن تضيف معيك يعني هو في الحقيقة أنا أنصح أنصح وبشدة وبتصميم أنه كل الحضور يدأ في هذا القرار ويقرأه بمعان وبدقة شديدة لأن القرار فأحيانا إنسان يتصور أنها بدهيات وأنها معروفة سابقا لكن في الحقيقة هذا قرار جيد للغاية وقوته كمان مش بس فيه العناصر اللي بيطرحها ولكن أيضا هو صادر عن مين صادر عن 57 دولة عربية إسلامية هذا يمثل ثقل يعني أكثر من ربع عدوية الأمم المتحدة وما يقرب من تلت عدوية الأمم المتحدة بتقول لإسرائيل وللعالم الغربي لا وبالتالي هذا بيمثل أشوف ضغط شديد جدا على هؤلاء الذين أسرعوا وأتاحوا لإسرائيل هذا الكارت الأبيض اللي على أساسه تصرفت بهذه التصرفات الهماجية فأروا كويس ودقأوا فيه إذا سمحتوا السؤال الثاني لسكاي نيوز عربية السلام عليكم أنا حمد المحمود سؤالي ربما يعني استكمال لما أتحدث به المعالي الأمين من أنه هذه القمة كيف يمكن لها أو إلى أي مدى أن تؤثر هذه القمة ومخرجاتها دعنا نقول في المواقف الغربية وتحديدا في الموقف الأمريكي الذي يعتبر هو قاطرة المواقف الغربية تجاه ما يحدث في غزة شكرا ولا شك سؤال مهم وأعتقد ما أشار إليه معالي الأمين يؤشر إلى جزء من الجواب أن هذه المجموعة لها ثقل وأنها قررت أن تجتمع بدل ما أن تجتمع في قمتان أن تجتمع في قمة واحدة هذا بحد ذاته كان وراءه رسالة أن هناك موقف جامع وقف جامع قوي وأن هذا الموقف يؤشر ليس فقط إلى إسرائيل وإلى ما تمارس إسرائيل لكن يؤشر أيضا إلى المجتمع الدولي بما في تلك الدول التي تتغاضى أو تتماشى أو تبرر أو تعفي إسرائيل عن التزامها بأسس القانون الدولي الإنساني وهذا استكمال لجهد قائم قامت به الدول العربية والإسلامية كذلك منذ انتلاع لهذه الأزمة ومن الأمور التي ألاحظها أن مستوى التنسيق بين الدول العربية عالي جدا 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 وكذلك بين الدول الإسلامية ليس فقط التواصل مع المجتمع الدولي لكن برسالة واحدة أننا نشاهد وأننا نراقب ازدواجية المعايير وأننا نقيم بناء على ذلك مصداقية منظومة العمل الدولي فإن لم يكن هناك التزام يلزم الجميع بهذه الأسس فمن الصعب أن نتحدث عن هذه الأسس كأسس جامعة وهذا في رأيي أنه كون ضغطا مستمرا على تلك الدول التي مثل ما ذكرت تتغاضى عن ما تعمل إسرائيل وقد رأينا بداية تحول في المواقف ليس كافيا ليس كافيا ليس كافيا لكنه بدأ يتحرك في الطريق الصعيح بدأنا نسمع الدول الآن بدأنا ما كانت تعطي شيكا مفتوحا بدأنا نراها تتكلم عن أهمية حماية المدنيين وأهمية ممارسة العمليات القتالية في ظل القانون الإنساني الدولي وأهمية الهدن الإنسانية وأهمية كذا وكذا وأكد مرة كل هذا ليس كافيا قرارتنا في المجموعة العربية والإسلامية أن ما هو مطلوب هو وقف لإطلاق النار فورا وفتح للمعابر لوصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية غزة ولا يمكن الحديث عن شيء آخر لكن هذا الضغط وهذا التسليط الضو على هذه الازدواجات المعيير وعلى هذا التقاعص عن تطبيق أسس النظام الدولي أدى تنادي به عدد من الدول أظنه بدأ يولد ضغطا والآن جزء من التكليف وجزء من المخرجات العملية هو تكليف هذه اللجنة الوزارية بالذهاب إلى الدول الفاعلة دول الخمسة العضاء دامة العضوية في مجلس الأمن الدول الكبرى والدول المؤثرة للاستمرار بهذه الرسالة ونأمل بتوفيق الله أن يكون في ذلك أيضا أثر على هذه المواقف يضغط في هذا الاتجاه هل يتحقق بالسرعة المطلوبة بالتأكيد لا الحرب كان يجب أن تتوقف قبل شهر ليس اليوم لكن نعمل ما نستطيع ونعتقد أن هذا سوف يؤثر وله ورأينا له أثر حتى الآن نعطي المايك أمل الحناوي من قناة القاهرة أمل الحناوي قناة القاهرة الإخبارية سؤالي لوزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بعد استفاف قادة الدول العربية والإسلامية هنا في الرياض لدعم الفلسطينيين هل باستطاعة الدول العربية والإسلامية الضغط بموقف موحد لتنفيذ مشروع حل الدولتين كسبيل أوحد لإنهاء أسراع الفلسطيني الإسرائيلي وأيضا هل هناك أي فرصة لاستئناف عملية السلام سؤال آخر ليه معالي الأمين العام للجامعة العربية سيد أحمد أبو الغيت كيف يمكن استثمار استفاقة الرأي العام الغربي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفق مقرارات الشرعية الدولية شكرا يجب أن يكون هناك فرصة لإحياء السلام مع كل ما يحدث لا بد أن نستذكر أن السلام هو المنشد والسلام هو هدفنا كعرب وكمسلمون نحن ننادي بالسلام الطرف الآخر هو من يتجنب الحديث عن السلام وسنستمر في الحديث عن السلام والحديث عن قيام الدولتين وتحقيق الدولة الفلسطينية وأتصور أن الزخم الموجودة الآن سوف يسهم في دفع هذا الموضوع إلى مقدمة الأجندة الدولية وقد رأينا في تصريحات المجتمع الدولي اتجاه لذلك وهو ليس تكرما منهم لكنه استيعابا أن هذا هو الصح وهذا هو الحق وهذا هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة فأنا واثق أن هناك نعم فرصة في التعقيب على هذا السؤال ولكن ورغم هذه المأساة الدموية الحزينة وهذا الشر الذي نبع في الهجوم على غزة إلا أنني أزعم أنني أرى بدء جدية شديدة في التعامل مع فكرة الدولتين العالم الغربي كان يطرح فكرة الدولتين ويتحدث عنها كثيرا وفي الحقيقة لا يبغي أن ينفذ أي شيء اليوم لا يستطيع إنسان أن ينكر أن هناك وضع إقليمي ودولي طاغت جدا على كل هؤلاء يفرض طرح هذا الحل هذا بعد البعد الآخر كنت أرى وأشدد أن القضية الفلسطينية انزوت كثيرا في السنوات الأخيرة حقيقة الأمر أن هذه المأساة وهذا الإجرام وهذه التصرفات التي نراها فرضت أن تبزغ هذه القضية وأن تكون على السطح وبالتالي لا يستطيع أحد أن يهرب من أن إذا لم يتحرك العالم والمجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف فللأسف فسوف نشهد مرة ومرة ومرة أخرى صداما مسلحا في هذه المنطقة وهذا ما لا نبغي شكرا عندي تعقيم سريع بس من الأمور المهمة وهو يعني يعقب على السؤالين الماضيين أننا رأينا أحد المخراجات مثل أشرت إليه تشكيل هذه اللجنة التي اللجنة الوزارية وهي طبعا فيها الدول العربية الفاعلة لكن المهم أيضا أن بجمعنا لهذه القمتان خرجنا بلجنة تضمن دولتان في مجموعة العشرون هما اندونيسيا والمملكة العربية السعودية شملنا أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر دولة أفريقية من ناحية عدد السكان هذه رسالة واضحة ورسالة مهمة أن العالم الإسلامي والقضية الفلسطينية وراها دعم قوي وأساسي وكبير ولا أتصور أن المجتمع الدولي أمام هذا الموقف المحهد وهذا الحراك من هذه الدول الكبرى مجتمعة يستطيع أن يتجاهل الرسالة لما الحموي من عرب News لما الحموي من عرب News you touched on my question very briefly but I'd like to ask as you've stated we've reached can you hear me yes yeah okay we've reached more than 11,000 killings in Palestine many of which are children Israel has not shied away from civilian targets as we know and of course given the publicly declared US green light for Israel is there any hope for us as an Arab or Islamic bloc can we pressure the Security Council or will it continue to fail Palestine thank you very much and you're right I've answered it in Arabic but I will respond quickly in English we have first of all a responsibility to exercise all possible pressure on the international community on the United Nations on the Security Council to take up its responsibility for international peace and security and here I want to say I want to point out that the action of the Arab League and supported as well by other countries has resulted in progress you know we had the Arab League sponsored resolution in the General Assembly that came out with a very strong message in that regard and that pointed out the failure of the Security Council to live up its responsibility and we will continue to do that obviously I think this highlights this whole situation the need for reform of the international security structure the United Nations Security Council has clearly shown that it is unable to live up to the expectations of the international community and that reform is absolutely necessary but I believe that with the collective will of the Arab world and the Muslim world and as His Excellency the Secretary General pointed out about the number of countries and the size of these countries we have the weight to be able to push in that direction and I am sure that we will do all that we can and that with the instructions that we have received from the leadership of these countries now that we will be taking a very very strong message and part of that message is that the international security structure is currently under evaluation because if the international community cannot hold Israel to account then this will sow significant doubts among many of us as to whether or not the parameters of the established international order are actually functional and working on working over there have been and that the Arabians with these what is the Arabian what is the Arabian that is what is the Arabian كل ساعة يموت العشرات أي مستقبل يريدون أن نتحدث عنه؟ المستقبل الوحيد وهذا موقف جامع للدول العربية والإسلامية الذي نتحدث عنه هو وقف لإطلاق نار فورا هذا كل ما نتحدث عنه فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي هو في المؤتمر القهيرة للسلام الرئيس وزراء أسبانيا تحدث عن رغبته في عقد مؤتمر دولي وطرح الفكرة بصفة علنية ثم طرح هذا الأمر على اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي من حوالي أقل من أسبوع وبالتالي الاتحاد الأوروبي تبنى فكرة عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى تسوية متكاملة شاملة لهذا النزاع والدول العربية النهاردة وطبعا فكرة المؤتمر الدولي كانت بطروحة حتى فلسطينيا من سنوات القرار هنا بيتبنى فكرة المؤتمر الدولي في حديثي أنا في البيانة اللي ألقيته في بداية هذا الاجتماع هذه القمة شجعت على التحرك في هذا الاتجاه أتصور أن أنا نستطيع اللجنة السمو الأمير بيتحدث عليها وهي لجنة خوية مشكلة من المملكة السعودية من مصر، من الأردن، من نيجيريا، من تونس، من الأمناء العامين للمنظمتين إندونيسيا، إندونيسيا ونيجيريا، وتركيا فما تأخذنيش في نهاية النهار بعد 12 ساعة عمل الإنسان عقله ما بيبقاش بنفس التركيز لكن اللي أقصده إن هذه اللجنة تستطيع إنها تتشاور مع الأطراف الدولية على هذه الفكرة طالما القمة العربية تبنتها، أمين العام للجامعة العربية مكلف بمتابعة تنفيذ هذا القرار ممكن جدا إننا نتكلم مع أي طرف نشجع في هذا الاتجاه هي فكرة جيدة للغاية وهي بتضرب على الحديد وهو ساخن لأن الوضع مأساوي ولكن تجربة مريرة للمجتمع الدولي كله حتى اللي بيتبنوا تأييد إسرائيل أنا أعتقد إنهم تحت ضغط هائل الآن بعدما تبينوا خطأ الكثير من سياساتهم ما عليش بسمع الليلة من العام مرتبط برحلة، فنعتذر وننهي المؤتمر عند هذا، شكرا لكم اشتركوا في القناة